موسيقى طابة وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحصاد الإخباري نقدمها لكم من قناة الكرم الفضائية حيث احتوت حلقة هذا الأسبوع أحداثا سياسية واقتصادية وأمنية هما تابعناها معكم وسنتوقف من خلالها أمام أبرزها كنوا معنا مشاهدين أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع حملة سلفية في مصر لمقاطعة أعياد الكريسمس والنائب القبطي ثروة بخيت ينتقد فكرة حزب النور السلفي الرافض فكرة اعتبار ضحايا تفجير الكنيسة البطروسية بالشهداء واقتصاديا البنك الدولي يمنح مصر قرضا بمليار دولار وعربيا أيضا الأمن الأردني يعلن انتهاء عمليته الأمنية واستشهاد عشرة مواطنين بينهم سائحة كندية وفي الملف السوري وبعد أربعة أعوام من الاقتتال والحصار حلب في يد الجيش السوري الأسد يهنئ شعبه والعالم يترقب الخطوة المقبلة مشاهدين أما في الشان الدولي القبض على خاطف الطائر الليبية بمالطة وإلى حادث برلين وبعد صياحه الله أكبر واشتباكه مع الشرطة السلطات الإيطالية تعلن مقتل التونسي أنيس العامري منفذ هجوم برلين في إيطاليا وإلى متابعي الأخبار الرياضية أتليتك بلباو يتخطى سيل تافيغو في الوقت القاتل بالدور الإسباني لكرة القدم مشاهدنا وهناك المزيد من الأحداث نتابعها معكم في حلقة اليوم من الحصاد الإخبار الأسبوعي كنوا معنا أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد والبداية من الشأن القبطي تخالف الشرع كان هذا منطلق شباب الجماعات السلفية للدعوة إلى حملة لمقاطعة الاحتفال بعيد الكريسمس وعدم ارتداء زي شخصي بابا نويل حيث نشروا فتاوى لقياداتهم ومنهم أبو إسحاق لحويني تقول يحرموا أو يحرموا على المسلم أن يشارك غير المسلم في أي عيد من العياد أعاملهم بالقصطاصي لا أظلمهم لكن الود والبر يكون لأهل الإيمان فقط ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قال في فتوى له عبر موقع أنا السلفي عيد الكريسمس غير موجود في القرآن وقال مصطفى العدوي عضو مجلس شورى العلماء السلفي عيد الكريسمس ليس عيد أهل الإسلام بل عيد الكفار ولا ينبغي المشاركة فيه من جانبه قال الدعية السلفي سامح عبد الحميد المشاركة في أعياد الكريسمس مشاركة للكفر في شعائر دينهم وحرام ومنكر عظيم فيحرم الاشتراك بأي شكل فلا يجوز تقديم الهدايا وتبادل التهاني أو شراء دمية بابا نويل أو شجرة عيد الميلاد وإظهار الفرح والسرور من خلال الأعب النارية أو الخروج للمتنزهات في ذلك اليوم أو شراء الحلوى للأطفال أو اصطحابهم لمحلات الألعاب لكن جميع هذه الفتاوى المغرضة والمحرضة للعنف والتطرف جوبهت بانتقادات لاذعة لما لها من نتائج وخيمة في حال نشر هذه الأفكار المتطرفة حيث ردت الدكتورة آمينة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر ردت على الحملة السلفية بقولها أقول للمصريين لا تأخذوا من كلام هؤلاء فأي مناسبة سعيدة لا تأتي بما حرمه الله نحتفل بها أليس السيد المسيح جزءا من عقيدتنا؟ فالإسلام لا يحض على الإرهاب أو الكراهية ويحتوي كل ما سبقه من أديان فالاحتفال بمولد النبي والمسيح بما لم يحرمه الله جائز وليس حراما مطلقا واتفق الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر معها بقوله هؤلاء آمنوا العقاب فأساءوا الأدب قال نيافة الأنبى رفائيل سكرتير المجمع المقدس إنما حدث في البطرسية أناس قتلوا لأجل المسيح ولذلك نعتبرهم شهداء وأضاف نيافته خلال كلمته في جنازة الطفل الشهيدة ماغي مؤمن ثلاثاء والتي استشهدت في حادث تفجير كريسة البطرسية إن آية في سفر الرؤية تؤكد ذلك مشددا على أن ضحايا حادث البطرسية شهداء وقتلوا في لحظات صلاة وأوضح أن الفتاة ماغي نموذج جميل لكي نرى فيها الاستشهاد مشددا على أنه طوب للإنسان الذي يربي أبنائه لكي عندما يصبح كبارا يذهب للملكوت عند استشهادهم في سبيل مسيحهم وتابع أن المستقبل الأبدي أهم من أي مستقبل زمني نفكر فيه لأن الأخير متقلب وغير مستقر ولكن المستقبل الأبدي فوق الجميع الله يغير القلوب والارهابي الذي يضطهد كنيسة الله وهو غير عارف بأننا نصلي لله ليهديهم من ظلمهم واضطهادهم الذين هم عليه اليوم مضيفا نطلب من الله سلاما لمصر وللكنيسة وللعالم أجمع هذا وشويع جنازة الطفل ماغي مؤمن من قاعة ملحقة بالكنيسة البطرسية التي شهدت الانفجار بحضور قداسة البابة وضروس الثاني بابا الإسكندرية وابا طرييرك الكراز المرقوسية وعدد من الأساقف بينهم الأنبا دانيال والأنبا رفائل والأنبا إرميا مشاهدين في هذا السياق انتقد الناب القبطي ثروة بخيت عضو مجلس النواب المصري ما جاء على لسان بعض عناصر ومؤيدي حزب النور السلفي باعتبار ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة قتلى وليس بشهداء وقال أو قد هاجم النائب ثروة بخيت خلال جلسة البرلمان التي عقدت الأحد الفكر التكفيري الذي يتبنىه حزب النور الذي رفض أعضاءه أعضاء صفة شهداء لضحايا التفجير الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة المصرية بالقاهرة منذ عشرة أيام كما هاجم النائب ثروة المناهج الإرهابية التي تدعو إلى تكفير الإنسان وقتله وأيضا تحدث ضد الشيخ محمد حسان وطالب بالقبض عليه لدعوته بتكفير الأغباط والمسيحين المؤامرة كبيرة من الداخل والخارج ولكن يا ريس نحن نعالج نحن نكافح الإرهابيين ولا نعالج الإرهاب لأن الإرهاب زي ما قال الدكتور ماجد مرشد في مناهجنا يا ريس يا ريس خرج علينا أحدهم بالأمس خرج علينا أحدهم بالأمس ويقول هؤلاء ليسوا شهداء بل قتل بل هؤلاء قتل أقول له أنهم شهداء الوطن غصبا عن عين وعين وفي الشان القبطي أيضا قررت محكمة جناية نجا حمادي بالسجن المؤبت في قضية مقتل مدرس أثناء عودته من صيدلية زوجته بقرأته بنجا حمادي وتعود أحداث القضية إلى الخامس والعشرين من ناير من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل جرجس ملقى السندا مدرس بعد أن هاجمه مسلحون بالقرب من مدخل نجا حمادي وذلك أثناء عودته من صيدلياته وعندما رفض الامتثال المسلحين بالتوقف بالسيارة أطلقوا الأعين النارية وأصيب في ظهره وكشفت التحريات أن المتهمين في القضية سبعة أشخاص نتهم بالقتل والتحريض على القتل بسبب الخلاف على المنزل وتم القبض على ثلاثة متهمين وما زال هناك أربعة إرهابيين تم الحكم عليهم غيابين وإلى تطورات في قضية القبض مجد مكين حيث قال كمال أبو طويلا محام أسرة مجد مكين أن الضابط والثلاثة أمناء شرطة لن يخرجوا من النيابة وسيمثلون أمام محكمة الجنايات بتغمة التعذيب حتى الموت وأضاف أبو طويلا في مداخلة هاتفية في إحدى القنوات التلفزيونية ردا على الحديث عن وجود مفاوضات للصلح من قبل أسرة الضابط هذا الأمر عرض فعلا على هيئة الدفاع وأن أحد السادة بوزارة الداخلية تربطه علاقة ويد بأسرة الضابط كريم مجدي عرض التصالح على أحد أفراد هيئة الدفاع وتم التجمع بمكتب محمد عثمان رئيس هيئة الدفاع ورفضنا هذا الأمر تماما مشددا لا يمكن المساومة على دم أي إنسان وكشف محام مجدي مكين أن المبلغ الذي عرضته أسرة الضابط المتهم للتصالح بلغ 450 ألف جنيه منهم 250 ألف جنيه لأسرة مجدي مكين و200 ألف آخرين لاثنين من المواطنين وقع عليهم التعذيب أيضا في نفس قضية مجدي مكين وإلى عمليات اختطاف سبعة مصريين على يد مسلحين بطرابلس حيث أكد يوسف محمد والد المصري المختطف بليبيا محمد يوسف الشامي أن نجله تعرض وستة آخرين من المصريين لهجوم المسلح في محل إقامتهم بحي غوط الشعان بطرابلس مشيرا إلى أن عناصر مسلحة متطرفة هاجمتهم بالأسلحة النارية في الساعة الثانية عشر مساء الأسبوع الماضي واقتدوهم إلى مكان مجهول وأوضح خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية المحلية أنه أبلغ وزارة الخارجية والسفارة المصرية بليبيا وحتى الآن لم تتدخل الأجهزة لإنقاذ نجله ورفاقه مشيرا إلى أن جميع المختطفين من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ويعملون بليبيا منذ عام ونشد والد المختطف الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تدخل الإفراج عن الشباب المختطفين من قبل مسلحين بليبيا مشاهدين وفشان الاقتصادي المصري لهذا الأسبوع حيث وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تسليم مصر مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرد سبق وإن وافق عليه بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات بفائدة 1.2% علما بأن الشريحة الثانية سيتم توجيهها للمشروعات ذات الكفاءة والكثافة العمالية وتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الحكومة ووفقا لبيان البنك فإن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق الثلاثاء على الشريحة الثانية من القرد وقال المدير الأقليمي لمصر واليمن ويجيبوتي بالبنك الدولي أسعى تعالم يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية وكان نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم قد قال في نوفمبر 22 الماضي إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أواء اليناير كانون الثاني وكان مسؤول حكومي مصري قد قال في وقت سابق إن بلاده تعتزم اقتراض عشرة مليارات ونصف المليار دولار من جهة عدة وذلك بعدما وافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة مليارين و750 مليون دولار مشاهدنا فاصل ونعود بكم مرة أخرى كونوا معنا أهلا بكم من جديد إلى العراق حيث أوردت مصادر إخبارية ثلاثان حصيلة ضحايا تفجير مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق شرق أربيل بلغت خمسة قتلى وستة جرحة وأضافت المصادر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي وفي وقت سابق قال رئيس بلدية كويسنجق أن ستة عناصر من البشمرقة وضابط أمن من الأسايش قتلوا في الانفجارين مشيرا إلى أن ثلاثة فقط أصيبوا بجروح وأفاد المسؤول بأن بعض جثث القتلى احترقت من شدة الانفجار هذا ورجح المصدر في تصريح لموقع رودا والكردي أن القنابل كانت محمولة على دراجتين ناريتين التي كانت معسكرا للجيش العراقي السابق يتمركز الحزب الديمقراطي الكردستاني المناهض لإيران بزعامة خالد عزيزي منذ ربع قرن داخل هذا المتجر الصغير عند بوابة هذه القلعة الحصينة وفي ساعة متأخرة من الليل وقع انفجاران متتاليان أوقع ستة قتلى بينهم عنصر من الأمن الكردي المعروف بالأسيش وأربعة جرحة بينهم اثنان من الأمن الكردي أيضا وإلى الأردن والأحداث الدامية التي شهدتها البلاد هذا الإسبوع حيث أعلنت قوات الأمن الأردنية الاثنين انتهاء المواجهة المسلحة بمدينة الكرد بمقتل أربعة مسلحين بعد إجبارهم على الخروج من قلعة في المدينة التاريخية وكان مسلحون قد شنوا هجمات في المدينة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص من بينهم سبعة من الأمن الأردني وسائحة كندية وبحسب بيان صادر عن قوات الأمن فإنها قد صادرت متفجرات وأسلحة وأحزم ناسفة لدى مدهمة منزل كان بداخله إرهابيين في منطقة القطرانة قال مسؤولون الأردنيون أن الأحداث بدأت بتبادل لإطلاق النار بين الأمن ومسلحين في منزل بالقرب من الكرك وعفر المسلحون بعد ذلك في سيارة إلى وسط المدينة حيث فتحوا النار على دوريتين للشرطة قبل فرارهم إلى القلعة ومهاجمة مركز للشرطة هناك وقد احتجز عدد من السياح في القلعة ولكن أطلق صراحهم خلال اقتحام قوات الأمن لها وأصيب سبعة وعشرون شخصا على الأقل بعضهم حالته خطيرة مشاهدين ونتحول إلى الملف السوري حيث أعلنت القيادة العامة الجيش والقوات المسلحة السورية النظامية عودت الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب وخروج من تبقى منهم من المدينة وأكدت جيش الوطني السوري سيطرته الكاملة على مدينة حلب شمالي البلاد وقد أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج أكثر من أربعة وثلاثين ألف شخص من شرق حلب منذ بدء عملية الإجلاب بشكل متقطع قبل أسبوع من جانبه أن الرئيس السوري بشار الأسد شعبه بتحرير المدينة وقال إن ما حدث تاريخ يستحق أكثر من كلمات التهنئة لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو تاريخ يصنع وأن الزمن تحول إلى تاريخه مشددا على أنه يشكل لحظة فاصلة سيعرف بها ما قبلها وما بعدها ليس الوضع السوري فقط أو الإقليمي بل الدولي أيضا قال رئيس البطرياركية اللاتينية في القدس المطران بيير باتيستا بيزابالا الاثنين إن مسيحي الشرق الأوسط يواجهون مأساة متهما المجتمع الدولي بالتقاعس في نجدتهم وأضف في مؤتمر الصحفي عقاده قبيل حلول أعياد الميلاد إن وضع المسيحيين وخصوصا في سوريا والعراق عبارة عن مأساة وقال بيزابالا إن نحو ثلثين المسيحيين تركوا سوريا والعراق وخص بالذكر الوضع في مدينة حلب إذ قال كان يعيش في حلب قبل اندلاع الحرب نحو 300 ألف مسيحي أما الآن فلم يتبقى منهم إلا خمسة آلاف بالكثير واتهم حكومات العالم بالتقاعس في المساعدة في عدد الاستقرار إلى المنطقة ولجوء بدل ذلك إلى إطلاق الشعارات حسب تعبيره وقال بهذا الصدد اقتصر رد المجتمع الدولي على إطلاق الشعارات وقليل من الدعم الاقتصادي وليس أكثر إنه رد ضعيف جدا ومضى في القول أن هناك الكثير من الهجمات التي تستادف المسيحيين لدينهم تحديدا فثمت أمثلة على تعرضهم لإضطهاد على أيدي تنظيم الدول الإسلامية في العراق وسوريا ألقت السلطات الملطية الجمعة القبض على خاطفي الطائرة الليبية بمطار فاليتا بملطة واعتقل الأمن الخاطفين فور نزولهما من الطائرة مشيرة إلى انتهاء اختطاف الطائرة الليبية باستسلام الخاطفين وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن وزير الطيران أن خاطفي الطائرة الليبية يطلبان اللجوء من مالطة وقال راكب بالطائرة الليبية المختطفة لنائب الليبي أن الخاطفين طالبا بتأسيس حزب موال للعقيد معمر القذافي وكان رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات قال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم الإفراج عن 109 من ركاب الطائرة الليبية المختطفة وكان الوزير المالطي أكد الإفراج عن طاقم الطائرة وكان خاطفاء الطائرة أطلقا صراح دفعتين من ركاب الطائرة تضمنت النساء والأطفال والرجال كبار السن وكشف مصدر مطلع في تصريحات صحفية ليبية الجمعة هوية أحد خاطفي الطائرة الليبية التابعة للخطوط الأفريقية وأوضح المصدر أن أحد الخاطفين يدعى موسى شهى ويطالب بتأسيس حزب وإطلاق صراح سيف الإسلام القذافي فيما هتف الله ومعمر أوبس وأفادت تقارير إخبارية الجمعة أن طائرة ليبية تحمل على متنها مائة وثمانية عشر شخصا هبطت في مالطا بعد تعرضها للخطف وذكرت صحيفة مالطا تايمز أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية شركة طائران ليبية كانت في رحلة جوية داخلية من سبها إلى طرابلس وإلى الحدث الهام الذي هزل علاقات التركية الروسية حيث لقي السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف حدفه في هجوم مسلح يبدو أنه يحتج على الدور الروسي في الصراع السوري وأفادت تقارير بجرح عدد آخر من الأشخاص في الهجوم الذي جاء بعد يوم واحد من احتجاجات في تركيا ضد التدخل العسكري الروسي في سوريا وقال التلفزيون الروسي أن السفير كان يزور معرضا حمل عنوان روسيا كما يراها الأتراك وقالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته أن السفير كارلوف أصيب في إطلاق نار في فعالية عامة وتوفي من جراء ذلك وأضافت نعد ما حدث فعلا إرهابيا ونحن على اتصال من مسؤولين الأتراك الذين قدموا لنا تأكيدات بأن تحقيقا شاملا ودقيقا سيجرى وأن القاتل سيعاقب مشاهدين وفي سياق اغتيال السفير الروسي أعلن جيش الفتح في سوريا مسؤوليته عن اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريك كارلوف وأعلن قيادة جيش الفتح في بيان منسوب لها أنه بعد أن تخاذ للعالم عن نصرة أهل الإسلام في بلاد الشام اتجه شبل من أشبال جيش الفتح وبتسهيل ومشاركة من حركة الذئاب الرمادية والحزب الإسلامي التركمنستاني لنصرة أهل الشام بإعدام السفير الروسي في أنقرة وهو ميرت التناتش ولفتت قيادة الجيش إلى أن هذا بمثابة ثأر أولي لنساء ولأطفال والشيوخ في حلب ولدماء المسلمين في كل بقاع الأرض وبهذا نؤكد بأن خروجنا من حلب أو من أي مكان لن يثننا عن أخذ الثار لأهلنا وسنعود بإذن الله فاتحين من دمشق وأنقرة وموسكو وبغداد وكل بقاع أرض الإسلام وإلى انتشار خيوط الإرهاب في العواصم الدولية حيث أعلن مصدر أمني إيطالي الجمعة مقتل التونسي أنيس العامري المشتبى فيه بهجوم شاحنة ببرلين خلال إطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالية بحسب رويتز وقالت وكاة الأنبال الإيطالية أن المشتبى به أطلق النار على شرطي إيطالي طلب هويته ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخل الإيطالية أن الوزير عقد مؤتمر صحفيا الجمعة وأوضح مكتب المدعي العام الألماني أن السلطات الألمانية على اتصال بنظيرتها الإيطالية لمتابعة تطورات الحادث وفي سياق سابق أعلنت الشرطة الدنماركية أنها رصدت رجلا في ألبورك شمال الدنمارك تنطبق عليه أوصاف من يشتبى بأنه نفذ هجوما بشاحنة أسفر عن مقتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد بمدينة برلين في ألمانيا الأثنين الماضي وأصدرت الشرطة الدنماركية تعميما تنصح فيه الناس لابتعاد عن المنطقة التي شهد فيها المشتبه فيه ويدعى أنيس العامري 24 عام هذا ونشر الوكالة عماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي فيديو أظهر المشتبه به في هجوم برلين أنيس العامري وهو يبايع زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قبيل تنفيذه العملية وتضمن الفيديو وصية المشتبه به في هجوم برلين التونسي أنيس العامري والتي داع فيها المسلمين في جميع أنحاء العالم للنفير ونصرة الدين وفق تعبيره هذا وقد أفادت وكالة رويترز في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني أن الشرطة الألمانية اعتقلت سائق الشاحن المشتبه به باقتحام سوق وسط العاصمة الألمانية برلين مشيرا إلى أن مساعد السائق لقي حتفه خلال اقتحام السوق وتشير أنباء إلى أن الشاحن التي اقتحمت السوق تحمل لوحة أرقام تجيل من بولندا قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية أن جنسية مساعد سائق الشاحنة بولندية لكن من غير الواضح بعد ما هي تجنسية السائق هذا ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو خمسين آخرين بجروح جراء الحادث حسب ما أفادت شرطة العاصمة الألمانية وأوضحت الشرطة في تغريدة عبر موقع تويتر أن الشاحن اقتحمت السوق المتاخم لسوق الكريسمس أعياد الميلاد الشهير عند كنيسة القيصر فيلم هلم التذكارية في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت برلين مساء الاثنين وعلنت شرطة برلين أن ليس هناك من مؤشر على خطر جديد يتهدد سكان العاصمة الألمانية بعد الحادثة ونتحول إلى جريمة إرهابية أخرى شهيدها العالم خلال احتفالات الكريسمس حيث قتل ستة وعشرون شخصا على الأقل في انفجار في سوق للألعاب النارية في ضاحية تولبي تيك القريبة من العاصمة مكسيكو بحسب حصيلة أوردتها السلطان المكسيكية وقال المدعي العام لولاية مكسيكو أليخندرو غوميز للصحفين لقد انتشلنا من المكان ستة وعشرين جثة ووقع الانفجار بعد الظهر في هذا السوق المخصص لبيع الألعاب النارية والذي يستقبل سنويا الكثير من الزوار قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة وأظهرت مشاهد بثت على شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة انفجارات متتالية من مختلف الأحجام والألوان تلتها غمامة ضخمة من الدخان وقال مدير جهاز الحماية الوطنية لويس فليبي لأحدى القنوات التلفزيونية المكسيكية أن السوق اختفى بالكامل مشيرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة وخلف الانفجار حريقا ضخما تمكن رجال الاطفاء من اطفائه بعد ثلاث ساعات في حين انتشرت قوات من الجيش للمساعدة في عمليات الانقاذ وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات على متن سيارات الإصعاف والمروحيات مشاهدنا ونتحول في الحصاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث فاز دونالد ترامب بأصوات أغلبية عضاء الهيئة الناخبة الأمريكية لينتخب بذلك رسميا رئيسا الولايات المتحدة كما كان متوقعا وذلك بحسب اتعداد أجرته وسائل الإعلام الأمريكية هباوة كان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية صدق على انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد ليصبح الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين وصوت المجمع الانتخابي الذي يضم خمسة أو خمسمائة وثمانية وثلاثين مندوبا في مقارات الكونغرس الأمريكي في أنحاء البلاد وبذلت مجموعة صغيرة من أعضاء المجمع الانتخابي من الحزب الديمقراطي محاولة أخيرة ليقنع نظرائهم من الجمهوريين للإجلاب أصواتهم ضد ترامب وتعد هذه العملية أمرا شكليا في أغلب الأحيان لكنها تجرى هذا العام وسط مزاعم محاولة قرصانة روس التأثير على الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وإلى خبرنا رياضي حيث انتزع أتليتك بلباو فوزا صعبا على ضيفه سلتابيغو 2-1-2 في المرحلة السادسة عشرة من الدور الإسباني لكرة القدم وتقدم ياغو سباس خونكال لستابيغو في الدقيقة الرابعة والخمسينة وأدرك أتليتك بلباو التعادل من ركلة الجزانة فذها أرتيز أدوريز في الدقيقة الثانية والثمانين قبل أن يحرز مايكل سانخوسيا الهدف الثاني لبلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وأنهى سلتابيغو المباراة بعشرة لعبين بعد طرد فاقندو روكانيا في الدقيقة الثامانين وبهذا الفوز رفع بلباو رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد سلتابيغو عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري الإسبوعي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر